بما ان موسم التخفيضات قرب في دراسة جديدة بتقول ان واحد من كل خمس منتجات بتباع اونلاين من مواقع شهيرة بتبقى مضروبة او مش اصلية واكتر منتجات لازم تخلي بالك منها وانت بتشتري على الانترنت هي البرفيم ومستحضرات التجميل والشغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن عرض مقتنيات اللاعب الدولي المعتزم مؤخرا عصام الحضري ده بعد ان شارك في كاس العالم كاكبر لاعب في مونديالد روسيا عن عمرين ينهز 45 سنة و161 يوم وده كان في ماتش السعودية الاخير للفرعنة واللي انتهى في فوز السعودية بهدفين مقابل هدف دايما في قسم المناوعات مهتمين ان احنا ننقل لحضراتكم قصص الشباب والبنات اللي قادرين يعملوا حاجات مختلفة وقوية النهاردة بننقل لكم قصة هايدي سمير هايدي عملت اول فريق لزوي الاحتياجات الخاصة قادرات على رأس البالي اول فريق بيعلم البالي للمصابات بمتلازم الدون والتوحد والحقيقة هايدي اثبتت ان البنات المصابات بهذه الاعاقات او اللي بيعتبرها البعض الاعاقات قادرين ان هما يرقصوا بالي وكمان يتميزوا فيه فريق هايدي النهاردة مكون من عدد كبير من البنات اللي قادرين ان هما يرقصوا بيقدموا اداء متميز وبتثبت ان الفن قادر يغير من جانب ومن جانب تاني كمان قادر ان هو يدعم البنات والبنات كمان الاعاقة بتاعتهم هي مجرد حاجة في فكر ناس كتير لكن بالتدريب وبالعمل وبالشغل قادر انها تقل كتير جدا وتتحول الى فن وابداع الاتحاد الافريقي لكرة القدم استقر على تغيير طاقم الحكام اللي هيدير مباراة مصر وتونس اللي هتتلعب يوم 16 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة الامم الافريقية 2019 والتغيير ده جي لاختيار طاقم حكام من جنوب افريقيا بدل حكام الجزائر اللي تم الاعلان عنهم الفترة الماضية وده بسبب رفع الحرج عن الجانب التونسي اللي اعترض الفترة الاخيرة بعد ادارة مباراة الاهلي والترجي التونسي واللي شهدت لغة تحكيمي كبير جدا الفترة الماضية وزارة التربية والتعليم بتاعد اولياء الامور والطلبة باغلاق مراكس الدروس الخصوصية خلال شهرين على الاكثر هذه التصريحات التي اطلقتها الوزارة على مدار الايام الماضية جاءت على خلفية الحملة التي تقودها في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وتشجيع المجموعات المدرسية التي يستطيع من خلالها الطالب تحصيل دروسه بالاضافة الى انها بتخضع الى اجراف مباشر واساسي من وزارة التربية والتعليم كمان النهاردة وزارة التربية والتعليم ايضا علنت طرح ابليكيشن جديد على الموبايل لمعلمي النظام الجديد والمناهج الجديدة هيمكنهم من هذا التطبيق او هذا النظام من متابعة تطوير المناهج بشكل مستمر والتحديثات التي تدخلها وزارة التربية والتعليم على هذه المناهج وما يجري لها من تطوير وادارة للمحتوى الخاص به قررت شركة المنتجة لمسلسل البيت الابيض تغيير اسم المسلسل عشان يكون قيد عائلي عشان يبدأ تصوير بكرة وهو من تقليف محمد رجاء واخراج تامر حمزة وبيضم 20 نجمة ونجمة على رأسهم الفنان الكبير عزة العليلي والفنانة مرفة امين ودنيا عبدالعزيز وصلاح عبدالله ومجموعة من الشباب موسيقى